صباح الخير منير عجم بهالفيديو حنبلش نسجل يمكن بس بالعربي لانه عم نكتب بلوغ بالانجليزة بلوغ ارتيكلز كمدونة يعني الفكرة انه يمكن نكتب بالانجليزة كمدونة ونسجل عربي وندخلها مع المدونة اللي بحب السفيد بيدرس مع الكلام وبالطبع بيقدر يقرر بالانجليزة حلا بطبع نحن مش هنجرب نكون التسجيل العربي هو كراءة والترجمة للانجليزة بس بالموضوع العام هنضل بنفس المجال اخر كم فيديو سجلنا عن البمبا قايل ومثل ما قلنا عم نسجل نحن لنزيد المعرفة بالبمبا قايل ونرفهم الطريقة صح كمان هالفيديو حركز على الشيء كنا عم نركز عليه سابقا اللي هو اليوم عن موضوع عمليات التخطيط بطبع اذا متطلع نحن بالبمبا قايل وبالطبع الايسو 21500 تقريبا نفس الشيء بالبمبا قايل بيلاقي في عمنا 24 عملية بالبلانينج بروسس جروب بمجموعة عمليات التخطيط هلا اذا متطلع يعني هون اللي ديرس بمبا قايل ولي معه بي ام بي بتمنى انه يفتح التابل ويتطلع على تابل 3.1 اللي هي بطبع الجدول اللي بيحتوي كل البروستسز حسب البروستس جروب وحسب الناولجة اياه اللي اللحظو اللحط لاحظوه انه بالطبع التابل التابل و الان والوأس والرزق في مجموعة من العمليات يعني في عندك هذا كل كل بينما بالقواليتي والإنشار والكوميكيشن والستيكوذر والبروستور في برساس واحد خللينا نلعب التلاتي الصغري معنى الشي سمحوا اليوم هون مطلع بنقول انه فيشي هون مش منطقي ليش مثلا بالسكتجول في عنا ستة سلعة براسسز شي ستة منهم بالبلانين بينما بالكواليتي في واحد بس هلا خليني نركز على اكتر من النقطة اليوم بالنقطة الاولى خليني ناخد السكتجول هلا بالطبع اذا نقرأ بالسكتجول انه في عنا براسس لنحدد النشاطات الاكتيبيتي لست وعنا براسس تاني تنعملون سيكونس وعنا براسس تاني تنحدد الريسورس وعنا براسس رابع تنحدد وقت كل نشاط اوكي يعني لاحظوا هون عنا اربع براسسز لاربع خطوات بعدين نأتي لالديفلوب سكتجول براسس شو بيقول بيقول هون عملوا الكوتيك البالس اناليسس وبس خلطوا من الكوتيك البالس اناليسس يعني الفوروذ والباكب البالس بعد نحدد الفلوت وبدنا نعمل سكتجول اوتميزاشن اللي هي من ضمنها ممكن يكون في كومبراشن في كراشن ولا فاسس ترايكين وممكن نضطر نعمل ريسورس لابلين وممكن نضطر نعمل وات اف سيناريوز وممكن كمان بدنا نعمل نعمل تحديد الريزورف اناليسس كله هيدا بهالبراسس يعني هون انا من النوع اللي بحب شوي يكون الامور متى الشابهة هلا ما فيش بيمنع هيدا الديولوب براسس الاخر براسس موجود بالبلانين يكون مقصوم لأسمين اما تليتي اما ديولوب سكتجول وابتمايز سكتجول يعني بالديولوب سكتجول وهيك بكم عملين احنا ديولوب سكتجول هو الريزورف اناليسس طي وصلنا لالوريجنال جريشن اوزو براسس اذا نحن بحاج الى اوتميزاشن ساعتها نروح الى اوتميزاشن اللي هي ممكن تكون تضمن الريسورس وكراشن والفاست تراكين هون انا بالكامب ماضي احنا اصبنا هذا البروست لأسمين بس اذا بدنا كمان الواحد ما بحب على يكون العدد البروست ندمج كل البروست غير الاول يعني الاتفادي وندمج ندمج ببروست نسمي البروست البروست يعني احنا عندنا الحرية اما لا نروح على البروست الصغيرة ويكون محدود محدد واضح اما نكون عندنا البروست واسع ومشع بشمل النادي الريا كله هلأ هيدا الجزء هون هيدا نقطة من النقطة البعض الموضح به هالفيديو نقطة التامية بنا نرجع للفيديو بالإديشن الرابب الخامس لأنه قبل كان عنا الديفلوب سكوب مانجمنت بلان والطايم مانجمنت بلان والسكارجول مانجمنت بلان والكاس مانجمنت بلان كانوا منضم الديفلوب مانجمنت بلان الديفلوب براجك مانجمنت بلان بالإديشن الخامس فصلوهم يعني هيدا كان أحد الثلاث من الخامس البروستس اللي نزيدو هلأ دا نقرأ نحن البنبك مطلع بلقي بالسكوب عدنا ديفلوب سكوب مانجمنت بلان بسكتجول في ديفلوب سكتجول مانجمنت ورطايم مانجمنت بلان ديفلوب قاس مانجمنت بلان ديفلوب قواليتي مانجمنت بلان ممتاز يعني كل نالج اليوم عنده ديفلوب اكس بلان هذا شي جيد وهذا شي كونسيستن وهذا شي نفضل نحن نكون فيه على الأقل كونسيستنسي بس هون المطلع نحن يعني عندنا نحن الهدف من ديفلوب اكس بلان يعني ديفلوب سكوب منجمنت بلان اما ديفلوب سكوب قاس منجمنت بلان او كواليتي منجمنت بلان يجب يكون هو أكثر لانه كيف فينا ندير عملية العمليات البيئية يعني مثلا بسكوب منجمنت بلان نحن عندنا ديفلوب سكوب منجمنت بلان هو مثرض هؤل هذا يعطينا معلومات انه كيف نحن ندير وننفذ كل العمليات تبع سكوب يعني من ضمن كيف بدنا نعمل collect requirement كيف بدنا نعمل define scope اللي هو نعمل scope statement كيف بدنا نعمل WBS كيف بدنا نعمل control scope كيف بدنا نعمل validating scope يعني كل processes تبع scope لازم نقعد نحط نحن develop scope management plan نحط هي الخطة نحن كيف بدنا نعمل scope من ضمن definition control management وهذا الشي بال blog اذا كنت رجع لل blog نحن نحط ال link بال comment لهذا الفيديو بتلاقي انه في مجموعة عمليات ونفس الشي بال schedule ونفس الشي بال risk ونفس الشي بال cost هل امر رو على quality اذا منقر البوم بقاعد ونفهم مضبوط شو هو develop quality management plan هي تتكون من نوعين من النشاطات الجزء الاول انه كيف بد يدير quality على المشروع تابعيني انا يعني ها انا مانش quality من term of activities resources quality assurance quality control طب اوكي ممتاز بات كمان منضمنا في شي technical oriented اللي هو بيتكلم عن انه نحن بحاجة to define the standard انه نحن ناخد work package ونحدد لكل phase من المشروع وهون بدنا نقعد نعمل دراسة تقنية بحاجة لخبراء من بالطبع بالquality يقعد ويركز انه اوكي اما بال technical aspect المشروع حسب نوع المشروع ويقول انه لها work package مجموعة مجموعة work packages مثلا تناخد انجينيري بال civil area تنقول ماذا civil standard that apply وفي electrical نفس الانجين وهذه امور كلها سوايا بغض النظر عما بالweb design شو المطلوب شو الشروط اذا كيف شي standard محدد لازم تتبعه هون مبدئيا نحن 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 بكل knowledge area لازم يكون لدينا شي process محدد اللي هو يحدد كيف بدنا ندير هال knowledge area مثل ما انه ب scope ولا بالcost ولا بالquality ولا بالrisk بدنا process نحن انه هل knowledge area كيف بدنا ندير وكيف بدنا نتحكم فيها وكيف بدنا نخطط لها يعني عندنا نحن نفكر فيه نحن عندنا كل مشروع بعد initiating عندنا plan executing and control مع كيف بدي خطط او خطط هون نقصود خطة تفصلية يعني نحن بالسكاد نفصل بين خطة الإدارية يعني plan risk management مثلا هي اكتر خطة لإدارة الرسك على المشروع اللي هي جزء من management plan track العام وعندنا الشيء اسمه detail plan اللي هي بتصير الخطة التفاصيلية يعني هون نحن نعمل نشتغل التفاصيل يعني شو مقصود فيها مثلا بالرسك التفاصيل معينتها انه أنا عود بلن نجمع فريق العمل بطريقة من الطرق brainstorming interview of expert whatever technique we use مشان نحدد نحن شو هن الرسك اللي ممكن واجهنا المشروع نعمل analysis probability and impact بدنا نعمل كيف نعمل response لألون وبالنية بس نروح للتنفيذ كيف بدنا نعمل control ونفس الشيء بالباقية النالج يعني هون فينا نجار نختصر الفيديو ونقول انه مبدئيا قراءتنا حسب مفهومنا حسب خبرتنا يعني نحن يعني يمكن الشغل اللي تخلينا نحن تهجل هالفيديو انه نحن من الاشخاص اللي تعلمنا برايجر مهنج متقبل البومباق قايد وبعدين تعلمنا البومباق قايد وقدرين نحن نشوف شو في صغرات بالبومباق قايد نفسهم بيقولوا البومباق هو سبست مجمو بالبومباق يعني هو جزء نحن نجرب نشوف وين الصغرات وين ممكن يكون في نقاط مش مفهومة صح هون نحن 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 نخصر موضوع سكوب وكلا الحكي اللي عنا نحن الجزء اللي هو أكتر علاقة بالإدارة اللي يمكن يكون أكتر بروجيك سكوب إذن نحن كيف ندير المشروع منضم كيف ندير السكوب وكيف ندير الكواليتي وكيف ندير الستيك هولر والكومنيكيش هالأمور كلها وانكل كيف ندير معتك كيف نخطط يعني ننفذ والكونترول والمراكبة وتحكمات حتى حتى لكل نالج هون ونحن بمنهجية سكال هذا نضعه من ضمن شي اسمه Stage Management Plan أو Phase Management Plan حسنا نحن في Camp Methodology لدينا Management Plan التي تكون من 10 15 processes الي يوم ما نحكي عنهم هؤلاء بتفاصيل أكثر لكن هنا Pumba Guide Processes أما ISO Processes وزير عليهم ونحن إلى الجزء الثاني اللي هو Detail Planning Processes اللي هو مثل Create WBS Define Scope Define Quality Standard Staffing Plan بلان ممكن يكون Detailed Risk Plan لدينا ونفس الشيء بالتركيور ونحن بأيت شابتر وهو نسميه Stage Detailed Plan لأننا كـ Project Management لا نقوم بشيء عمستوى البروجيك لأننا نعمل عمستوى Phase By Phase لأن العمليات تكرر من Phase ل Phase مثل ما حكينا في فيديو ويت سابية هون ضروري مثل نرجع نركز ضروري إنه نحن نشتغل على هل أساس ونقسم Planning Processes لجزئين اللي هن بنرجع نعيد Management Planning و Detail Planning ما هيك بتمنى تكون الفكرة واضحة أكتر وإلى اللقاء بفيديو ثاني شكرا